مرحبا برج الجوزة اهلا فيكم في القراءة العاطفية القراءة رح تصلح حق الشمسي والطالح وايضا القمري هالمرة القراءة العاطفية رح يسويها باسلوب المرايا انت يا برج الجوزة على هاي الجانب الحبيب والشريك على الجانب الاخر واذا حسيت ان الجانب الاخر ينطبق معاك اكثر اخذها واعكسها بما يناسب وضعك مع الشريك رح ابتدي بطاقتك الخاصة نشوف شنور رح يكون التوافق بينك وبين الشخص الثاني او الطرف الاخر برج الجوزة اول كرت اهو كرت الطاقة العامة او الطاغية عليك في هاي الفترة الجانب الثاني رح نشوف الشريك الطاقة الطاقة الطاقية اه سوري الطاقة العامة للشريك والكرتات الفرعية لبعدها نشوف طاقتك مع طاقة الشريك اول كرت عندك يا برج الجوزة سبعة الخماسيات في امور ما تخص الحب تخص المادة اهي اللي رح تأثر على نفسيك نفسيتك في الفترة القادمة كأنما انت كنت حاطهني توقيت معين تنتظر في ان يصير الارتباط مع الشريك تنتظر في ان تأتيك اموال او على الاقل ان تثمر هاي الاستثمارات اللي سويتها مثلا تنجح او تتخرج من الجامعة حاط لنفسك توقيت متى رح تتخرج من الجامعة في السنة الفلانية او بعد سنة مثلا متواعد مع الشريك على الزواج ولكن ان الامور رح تمشي ولكن مو في التوقيت اللي انت حاطه في بالك او متفق مع الشريك عليه رح يكون في شوي تغيير للحكاية او تأخير هذا كارت السبعة كارت التأخير الكوب الاول الحبيب لا زال مصر ومتمسك فيك ابدا ما قل تنازل عنك وما قل حتى رغبته في ان يبني حياة معاك ولكن كأنما في الفترة القادمة يقولك انا لازلت موجود انا احبك ولكن ما يقدر يعطيك الطاقة الارضية طاقة الارض ايه اللي رح تاخذلك طاقة التوقيت الامور المادية الامور العملية في الحياة مثل ما قلت لك امثلة لهاي الطاقة ان تكونون متواعدين على تاريخ معين عشان مثلا يأتي باهله او على تاريخ معين رح تتم الموافقة على الزواج او الانتقال مع بعض الحياة فرح يصير تأخير وهو اللي رح يحسسك انت يا برج الجوزاء بنوع شوية من الاحباط ولكن هذا الكثير تقولك لا تفقد الامل ولا تيأس لانه رقم السبعة من بعد رقم الثمانية الثمانية هو الرقم اللي تضاعف فيه الجهود يكون كل شي بالراحة شريكك لا زال عنده امل كبير في الموضوع اشوفك انك انما انت اللي يائس وهو اللي متفائل اكثر منك خلا نشوف عندك ثمان الاخصان اوكي ما فيك صبر خلاص يا برج الجوزاء تب يتطير تب يتدخل في الحياة اللي حلمت فيها من زمان تب يتعيش المخطط اللي رسمته لنفسك وللشريك الامور قاعدة تمشي ما قاعدة نشوفها متوقفة ولكن لان انت توقعها تمشي باسرع او تمشي اسرع من السبعة الى الثمانية الثمانية هني هو رقم التغييرات السريعة تب انه بسرعة مثل طقة الصبع كل شي يكون موجود حولك برج الجوزاء ابتدى يفقد او يقل عنده الصبر خلا نشوف الشريك سبع الاكواب كأنما هني قاعد يقول لك انا ما في يدي شي يا برج الجوزاء احاكي هذا الطاقة سبع الخماسيات مقابلها سبع الاكواب يقول لك انا ما اقدر اسوي شي بخصوص مثلا موافقة معينة على فيزا موافقة اجراءات في اجراءات معينة الاهل لازم يقومون فيها او لازم الاهل يوافقون عشان يقتل الخطبة هو حاول في الكوب الاول حاول ولازم يحاول ولكن شوف كأنما شريكك في الفترة القادمة يبينبهك على شي مهم انه في امور تخص التوقيت انت راح تلوم المادة عليها راح تلوم شريكك راح تلوم المحيطين بشريكك اهلك اهلة المجتمع البيئة اجراءات الفيزا الهجرة ولكن السبعة هو دائما الانتظار اللي يأتي بسبب تدخل الاهي الناس المحيط الظروف مجرد ادوات الله سبحانه وتعالى يستخدمهم عشان يوقف او يبطئ موضوع المفروض ما يمشي بهذا السرعة من الاساس لانه لو مشي بهذا السرعة مو من مصلحتك يا برج الجوزاء الله يعلم وانتم لا تعلمون في شي مخفي عليك انت لازم تكون عندك ثقة اول شي بالله سبحانه وتعالى لعل الذي ابطع عني خير لي لعلمك بعقبة الامور هذه طريقة كلامك ايمانك بالله سبحانه وتعالى لان شركك اشوفه استنزف كل محاولات رضائك كل محاولات لحد الان يعطيك امل ولكن انت الطالب بطاقة الارض تقوله لا تعطيني امل لا تعطيني كلام لا تعطيني وعود في الهواء ابي اثبات ابي الفيزا تكون موجودة عندي ابي عقد الزواج الحين انواقعه ابي خلاص نبتدي نعيش مع بعض نتزوج مثلاً في شي انت حاطه في بالك مع الشريك مو مستعد انك تصبر تب النتائج النهائية تكون موجودة امامك اللي بعدها عندك خمس الاكواب لا تخاف من تكرار الخسارة ابداً ابداً اللي حدث في الماضي مش معناته رح يتكرر في الحاضر لا هذه المرة غير هذه المرة انت وصلت وان كان هنا في بطء للامور تفائل لان هذه المرة غير عن سابقاتها المرات السابقة طاقة الاكواب احتمال انك تتعامل مع برج مائي سرطان حوت عقرب يا برج الجوزاء ولكن المرات السابقة بما انها خمسة اكواب وضعت في طريقك او ما مشت حسب مزاجك مو لان كل محاولاتك مكتوب لها الفشل لا او لان انت مثلاً تشوف نفسك منحوس لا وانما المرات السابقة كانت بمثابة درس لك دروس تجهيزات هاي المرة مختلفة سبب البطء تدخل الهي في مصلحتك خلنا شوف الشريكة انت موجود عندي الشريك كرتك هذا انت كرت برج الجوزاء شريكك وهذا كرت العاشقين شريكك لحد الان شوف كأنما اذا انت مفكر سبب التأخير ان اخوة مثلاً حط عين على شخص ثاني او عند قبول لشخص ثاني انت غلطان يا برج الجوزاء شريكك قاعد يحاول يماطل من اجلك بما معنى حتى وان كانوا اهله يأتون بخيارات ثانية او ترجد عنده في حياته خيارات ثانية في العمل في الحياة بشكل عام شريكك ما يشوفك الا انت لما نشوف كرت برجك يطلع عند الشريك هذا اقوى اقوى اثبات عليك انت انه لا تفكيرك واحباطك لا يعكسون حقيقة الموضوع الموضوع ان شاء الله رح يمشي رح يمشي ولكن مو بسرعة اللي انت تحددها بسرعة المشيئة الالهية اخر كرت الغصن الصغير رح تأتيك الاخبار اللي انت توقعها الموافقة رح تأتيك وانت على غفلة انت هنا في طاقة الحزن الندب اللي مراح الامور تمشي معاي رح رح نتأخر بعد خمس شهور بعد خمس سنوات او حتى سبع شهور سبع سنوات لحد ما مثلا نقدر نقدر نقدم على الموضوع ونفاتحهم في الموضوع مرة اخرى قاعد نحسب الوقت والشهور ولكن هنا على غفلة رح يأتيك الخبر الموافقة بوادر الموافقة ما رح تأتيك حتى بشكل مباشر بما انه عندنا الغصن الصغير لا رح تأتيك بشكل اليوم اهلي سألوني عنك رح يبتد الموضوع روح ينفتح ويتسهل امامك وامامه كرت القوة شركك ما رح يتنازل عنك هذا كرت برج الاسد يمكن انك بعد تتعامل مع شخص من برج الاسد بما انه عندنا برج ناري او ممكن شخص من برج الاسد او هو اللي مثل ما قلت لك الله سبحانه وتعالى رح يحطه في طريقكم يسهل الموضوع ممكن او هو اللي واقف ضد قراركم انت تشوفونا في هاي الفترة انتو الشريك ان او هو اللي مأخر ومعسر عليكم الارتباط او هو السبب وراء تأخير النصيب ولكن لا في الفترة القادمة رح الاخبار تأتي منا الشخص اللي كان رافض او هو اللي راح كأنما يتنازل عن عنادة وتمسكه وتعصبه بالرأي مثلا كان يشوفك ان انت ان شراكتكم ما راح تنجح ان انتو ما تنفعون لبعض احتمال ان انتو اشوف هنا بعد عندكم اجتماع شخصين من مناطق مختلفة يمكن بعد دول مختلفة ديانات مختلفة في اختلاف هنا الشخص اللي كان رافض رح يوافق ولكن حط بالك يا برج الجوزاء انه مو هذا الشخص او اللي بيده هذا مجرد وسيلة بيد الله سبحانه وتعالى الله يكاتب ان الامور تمشي على هذا الطريق بهذه السرعة فخل ايمونك بالله قوي خلنشوف شنال الوضع راح يتطور بينكم على نهاية الشهر او الى اوين راح يصل اوكي هذا الكرت لك هذا الكرت للشريك خلنشوف كرتك يا برج الجوزاء خمسة السيوف عندك اصرار كأنما هني تقول اذا الموضوع ما حل نفسه بنفسه موضوعك مع الشريك اذا ما نحل لوحده انا راح ادخل بالطيبة وبالقوة قاعدة تقول بالطيبة وبالقوة خلاص ما قدر اصبر لازم يمشي الموضوع يعني ان شاء الله اسوي خيرة افسر احلام اتكلم مع شيوخدين اتكلم مع حتى دجالين انت هني قاعدة تقول انا ما يهمني الثمن اللي ادفعه تعبت وايد من الانتظار لدرجة اني مستعد اتبع كل الطرق مو طرق واحد يؤدي الى روما لا كل الطرق مستعد اني اجربها خلا نشوف الشريك اربعة الاخصان الشريك يحاول يراويك او رح يحاول ان يكون الطاقة او الشخص اللي يثبتك تعرف لما هاي الطاقة كأنما هي بمثابة وساوس الشيهاتين نزين طاقة استعجال رح يحاول يكون انه مثل الشخص الحكيم او الصدر اللي تحس فيه بالامان اللي ترجع له وعشان يعطيك النصح رح حاول انه ينصحك او يثبتك انت هنا عندك طاقة الهوى طاقة الهوى ابتدت تتصعدك في السماء ومع الثابت بما انه هنا خلاص ما تهمك العواقب اوه ولا رح حاول بطاقة النار احتمال عن طريق محاولتها مع هذا الشخص اللي من برج الاسد انه يحاول على الاقل يثبت الامور انه يأخذ منه كلمة على الاقل حتى لو كان فيه تأخير في الارتباط رح حاول انه يأتي لك قتلك بخبر او بباب على الاقل رح يفتح الموضوع بينك وبين الشريك مرة اخرى رح يحاول يثبت الموضوع بما انه انتهني تقول انا ما ابي المزيد من طاقة الاكواب والحب والامل اعطوني طاقة عملية اعطوني شي في يدي امسكه اقدر اعتمد عليه وهذا اللي رح يحاول الشريك انه يوفر لك خلال هذا الشهر عزيزي برج الجوزة هذه كانت قراءتك العاطفية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر